اعدت مؤسسة فانا الإعلامية اليوم في مقرها حملة للتبرع بالدمي للجيش البطني الأتيوبي وأشارك في هذه المناسبة جميع موظفي المحطة ابتداء من كبار المسؤولين إلى موظفيها وكانت الكلمة الافتتاحية للمدير العام السيد أدماسا ودمتا الذي عبر فيه عن قيم الصحفيين الموجودة في المحطة وأيضا قال أن الصحفيين الذين غطوا جميع أحداث الحرب الموجودة في الأقاليم وأيضا شكر الجنود البواسل الذين حاربوا وضحوا بحياتهم لإبقاء سيادة البلاد وأتبرع موظفي محطة فانا اليوم براتبهم لمدة شهر ووصلت قيمة التبرعات إلى 9.6 ملايين بر فانا بروركاستين كوربريتز يزو ميديان نتون نمي الرقاة كتبتز بملكامو الزي الماسراء والجن مؤسسة فانا الإعلامية التي شاركت في الحاملات الاجتماعية والوطنية وغيرت حياة الأعوائل للأفضل من خلال أعمال اجتماعية ملموسة واتخذت بشعارها التي تفخر به ألا وهو معكبة الحياة ومؤسسة فانا الإعلامية عملت ليلة نهار لتغطية الأخبار الاجتماعية والوطنية بدقة عالية وضمن هذه الأحداث ركزت مؤسسة فانا الإعلامية بتقديم برامج ترفهية وثقافية وتوعوية ركزت فيها على تقوية عواصر الحب والوحدة في الوطن وبخصوص الأحداث الجارية في البلاد شارك جميع موظفي المؤسسة ابتداء من الصحفيين إلى المنتجين والإداريين بالمشاركة وتغطية الخبر لحظة بلحظة وابتداء من سنة الماضية من شهر نوفمبر بإرسال طاقم صحفي لنقل الأخبار الموجودة من قلب الحدث واصطف طاقمنا الصحفي بجانب الجيش الوطني وضحوا بحياتهم لإصال الأخبار الصحيحة للمشاهد وتوعية المشاهد عن الأحداث الجارية ولم يكتفي موظف مؤسسة فانا بهذه التضحيات بل أيضا قرروا بالمساهمة بتقديم الدعم المعنوي لجيشنا الوطني الإثيوبي وعدوا حملة التبرع بالدم وبراتب شهري واحد وفي نفس السياق هنا جنودنا البواصل الذين يضحون بحياتهم من أجل سيادة البلاد وأمنها ونحن من واجبنا كمؤسسة وضمن هذا المجتمع أن نقدم دعمنا الكافي والوقوف بجانبهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم لإبقاء السلام الدائم في الوطن وباسم موظفي مؤسسة فانا الإعلامية أود أن نقدم لكم الشكر والتقدير وشكر العميد ألم سقد وندسن مؤسسة فانا الإعلامية لدعمها المعنوي والمادي وإخلاصها لمهنتها ودعا أيضا أن نكمل مسيرة مسح الجماعة الإرهابية أود أن أهنئ بمناسبة هذا اليوم الجميل مؤسسة فانا الإعلامية والمدير العم السيد أدماسو دامتو وأيضا جميع موظفي مؤسسة فانا الإعلامية والذي أظهرتم فيه حبكم وانتمائكم ودعمكم للوطن كما هو معروف مؤسسة فانا الإعلامية كانت وما زالت ترافق جنودنا البواصل في ميادنا الحرب وسجلوا جميع أحداث الحرب التاريخية ونحن نفتخر بهذه المؤسسة الإعلامية التي في الحقيقة مثلت جيش الوطني ومثلت شعب الإثيوبي بنقل جميع الأحداث والأخبار الصحيحة وفتح الحقائق للمجتمع والعالم ولم تكتفي مؤسسة فانا الإعلامية بتقديم خدمتها المهنية ووصلنا لدرجة يصعب فيها التفريق بين الصحفي مؤسسة فانا وجيشنا وليس هذا فقط بل أيضا قدمت خدمتها الوطنية على أكمل الوجه لذلك نود أن نقدم خالص الشكر لمؤسسة فانا الإعلامية لهذه الحملة التبرعية بتقديمه من الدعم المعنوي والمادي لجيشنا الوطني نود أن نشكر مؤسسة فانا الإعلامية بإسمي وإسم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وعلينا العمل معا يدا بيد لمسخ الجماعة الإرهابية من الوجود شكرا لكم مؤسسة فانا الإعلامية غطت أحداث الحرب ابتداء من السنة الماضية من شهر نوفمبر وما زالت إلى يومنا هذا وبالإضافة من إخلاصها في إتقانها للعمل قامت مؤسسة فانا الإعلامية بإعداد حملة للتبرع بالدم والمال للجيش الوطني وليس هذا فقط بل مؤسسة فانا الإعلامية ساهمت بوضع بصمتها في المجتمع حسب ما قاله نائب المدير التنفيذي السيد سدينغ انقداو كما هو معروف مؤسسة فانا الإعلامية هدفها الرئيس إيصال الخبر وللإيصال الخبر يتوجب علينا التواجد في قلب الحدث وكما هو معروف تحت ظل الأوضاع الحالية في البلاد وفرنا تغطية إعلامية واسعة ومؤسسة فانا الإعلامية أرسل فريق إعلامي لثلاث جهات حرب مختلفة وهنا أيضا لدينا برامج ونشرات أخبار بشكل يومي عن الأوضاع الراهنة في البلاد سواء كان من نشرات الإخبارية أو من البرامج الحوارية التي نستطف من خلالها محللين سياسيين يشرحون الأوضاع الحالية للمجتمع هذه مسؤولية كبيرة لنا لأننا نعتبر الأذن والعين للمشاهد وعلينا أن ننشر الأخبار بصورة مشداقية عالية وهذا ليس كاف لذلك قررنا أن نقدم الدعم المالي والنفسي لجيشنا الوطني وقمنا بالتبرع براتب شهر واحد لكل موظف هذا طبعا أقل شيء يمكن فعله لجيشنا الوطني مقارنة بالتضحيات التي يقومون بها ونحن كمؤسسة إعلامية نشعر بالفخر ومؤسسة فانا الإعلامية تعرف أيضا بأعمالها الاجتماعية ونحن نعمل بالتعاون مع جمعيات خيرية ونقوم بإعادة ترميم وتحسين بيوت المحتاجين في العاصمة ونحرص أن نوفر الدعم الكافي أيضا لموظفين في المناسبات والأعيات ونقدم لهم مساعدات مالية تساعدهم في قضاء أيام أطلتهم في النهاية كوننا مؤسسة إعلامية خاصة نقوم بأعمال مساعدات اجتماعية ووطنية ومن خلال حملة اليوم نؤمن أن هذه المساعدات أنها بسيطة مقارنة بالأعمال التي يقوم بها الجيش وسنكون دائما بجانب الجيش الوطني ونقدم الدعم بشتى الطرق وشكرا وبدورنا في مؤسسة فانا الإعلامية قام القسم العربي بالمشاركة في هذه الحملة ويتواجد معنا الزميل خالد محمد في البداية السلام عليكم خالد محمد وكيف تصف شعورك وأنت جزء من هذه الحملة والله كما تريني سعيد جدا يعني بتبرعي بالدم للجنود الذين يحمون هناك في الحدود يعني كما تعرفين نحن قدمنا راتبنا الشهري والآن كما تريني يعني أقوم بتبرع بالدم والله نفرحان جدا يعني صعيد صعيد جدا والله رسالتي السلام يعني أساس كل شيء يعني الشعب يعني لازم يقف يعني لحماية بلدنا لحفظ السلام والأمن يعني كل يعني كما يعني تعرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة